احنا بس قلنا نمسي عليكم بجرعة بحجة وانبساط ومش بس نفتكر معاكم اعمال جميلة وحلوة لكن كمان احنا احيانا بنحب نشوف النماذج والفنانين الكبار اللي حبناهم على مدار سنين طويلة عشان كمان نرجع نفتكر انه في قيم كبيرة جدا كانت ورا الفن وورا الاعمال الفنية احنا نهاردة متشرفين ومبسوطين جدا احنا بنحتفل بعيد ميلاد الفنان الكبير والقدير فاروق فلوكس وكمان بمناسبة تكريمه من وزارة الثقافة عن مجمل اعماله مساء الخير وكل سنة وحضرتك بقى الف خير مساء الخير يا فندي وكل سنة وحضرتك طيبة مش سقولك عيد ميلادك الكام كملت الاربعين ولا لسه لا انت كده بتكبريني كبرتك صح لا انا ليه الشرف ان اقول عندي 85 سنة ربنا يديك الصحة يا رب ده سعادة كبيرة ان انا اقول عمري اه مش كده لانك فخور بحاجات حلوة كتير حقتها اه ان لا انا فخور اولا ان ربنا ادياني الصحة دي لقد دلوقتي وفخور بان انا قادر امشي وقادر اروح وقادر اجي الحمد لله وموقي بالشغل اه فيا سلام نعمة كبيرة لا يشعر بهذه النعمة الا من مره بسني يعني نعمة كبيرة يا سيسا فاروق طبعا واحنا مبسوطين ومحظوزين ان احنا بقى نتكلم معاك بقى ونرغي وندردش بس الاول هبتدي من التكريم رحكيلي بقى المسرح القومي اللي اعتقد انه من 65 بقى انا حراك قلت عمرك بقى مش دعوة من 65 سنة بدأت رحلتك الفنية من خلال المسرح القومي مش كده دي معلومة صحة؟ لا مش من خلال المسرح القومي من مسرح اموما على خشبة المسرح القومي اه يعني اول عمل قدمته في حياتي من 65 سنة سابقة كان على خشبة المسرح الاسبكية كان اسمه الاسبكية وهم الوقت اسمه المسرح القومي ودي كانت بداية رحلة حضرتك او تجربتك الفنية او الاستاذ ابو بكر عزة الله يرحمه ويحسن اليه واغفر له هو اللي اكتشف فيه المواهبة يعني واخترني من ضمن مجموعة في كلية الهندسة فقط انا طالف كلية الهندسة جامعة القائرة ويعني رئيس الفريق قدمنا ليه فاخترني وعملت التلسلية الصمتة دي اللي هي اسمه بانتو مايم وانا مكنش اعرف يعني مصرح ولا اعرف اين بانتو مايم ولا اعرف اي حاجة لكن اكيد كنت مهتم قبل كده ما كنتش ولا ليه علاقة يعني يعني علاقتي بالمصرح منين يعني ما انا كنت بس ده معنى ان مصرح الجامعة في وقتها كان مزدهر جدا يا سلام انه كان في فرص وفنانين بيروحوا يشوفوا الطلبة مش كده يا سلام على مصرح الجامعة زمان اه وعلى الاسادزة المهيمين على النشاط الفني اه يعني قدي كده حاجة ممتعة انك تشوف ان الاستاذ المهيمين على النشاط بتاعك وانت بتعملي بروفه هو قعد فقدته بيسمع حاجة بتوفل او كده او كده اه كنا لسه من دقايب بنتكلم عن القدوة القدوة الشخصية هم كاشخاص قامات عظيمة كان قدوة وكانوا محبين وكانوا محبين لينا اه يعني انا لما الاستاذ ابو بكر عايزة الله ارحم اقترني وعملت التمثيلية دي قدرت قولي حضرتك نجاحي فيها واحساسي بالمسرح ابتدى من اللحظة دي من خمسة وستين سنة الله وانا قلت يا مهرب يقول ايه ده ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي اكثر ما سحرك في المسرح ايه المسرح نفسه نفسه ان انا بقى يعني انا على المسرح وبعمل كده بايه دي اه كان تانتو مايم يعني كده بعمل بفتح بفتح حنفية فلازم اوريهم دي حنفية اه فياتحكوا ممممممممم قلما تنزل ف repent اه اقولت ايه المسرح ده ايه التأثير ده ايه ده ايه ايه الطعامة دي طب واحنا بنتكلم عن المسرح بقى منفهش نظرف نجري على خطوة ان اخطرتك عملت برضه اشتغلت مع مstellen احد عظَماء واساساتيدة وكبار المسرح ايه استاذ الكبير فؤادر مهندس اه طبعاً دي واحدة برضو من التجارب اللي كانت في بدايات مسيرتك الفنية مش كده؟ ما هو الأستاذ أباكر عرفني بالأستاذ فوات وعملت سيدتي الجميلة وعمرك قد إيه أستاذ فاروق؟ لا أنا أخرج 63 حندسة اه عملت دي تقريباً 69 اه يعني مثلاً كان عمر حضرتك 27 سنة وبعدين كنت مركز في شركتي كنا مكلفين كمهندسين اه بأمر تكليف يعني بالأمر لذا ما كنت اشتاقى نفذ الأمر ده بتقل نيابة تجيبك تكليف إنك تروح المسرح؟ لا ولا إيه كمهندس اه تكليف الأساسي كمهندس اه فكنت يعني وصلت للشاء ويعني في درجة كويسة واللي انت شايفة صغيراً ده كنت على شافة مدير إدارة يعني ورغم ده حبك للمسرح كان بيه اختفق لا ساتر يا رب لا ساتر يا رب على العذاب اللي شفته عشان أخرج من وصانة الحربية في قلب عين حلوان عشان أروح أعمل بروفة مع الأستاذ الففاد المهندس في رواية أنا فين وانت فين كنت مساعد مخرج معاه ومعاده الساعة 11 طيب ومعاد مقدس وأنا في الشغل معاد مقدس بس بتي العربية تاخدني الساعة 6 الصبح فاروح بقى أزاقت حال عشان أخرج وعشان أخرج وأركب إيه عذاب ما بعده عذاب لكنه كان في غاية كنت راح قابل حبيبتي اللي هي خشبت المسرح يعني وبتالت الانطلاقة بقى يعني إنت حضرتك احترافت التمثيل وسبت الهندسة ما سيبتش الهندسة ما سيبتش الهندسة أبداً حرس إيه ده إيه الجمال ده أصلاً نادراً نادراً ما فنان يفضل في المهنتين وبالتين صعبين لأنه في الغالب إنه شقلبة الحياة اللي حضرتك بتتكلم عنها بتخلي الواحد لازم يشيب حاجة والله ما كانش قادر أعمل كده يعني ما كذبش عليك يعني في ناحية مادية أيضاً الهندسة كان بتديني أجري كويس والفن طول عمره كده وكمان في المقيس زمان الأجور كانت بسيطة جداً بذكر بقى الحاجات اللي سيبناها عشان كنا مشغولين الثراثي أضواء المصر أه مالو إنت اعتصرت عن أنك تكون ضمن الفريق ولا إيه؟ لا المعلومة مش كده المعلومة أنا كنت نحن الجيل بتاعنا في كنا متقابل عند الأستاذ فؤاد كنت أنا والضيف وإسام عباس وزكريا موافي ومجموعة جيدة جداً من الفنانين بنتقابل طلبة يعني فكان ارتباطي بتضيف أحمد ارتباط وثيق وكنا حبايب قوي 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 كلام ده لما بكلم على سنة 58 تسعة وخمسين وابتللنا نعمل مع بعض شغل كوميدي لطيف إن إحنا إن أي مثلاً جهة من جهات الجامعة عايزة تعمل برنامج إحنا مستعدين نقدم ساعتين لكم من الضحك من نظير عشرين جنيه وإنا عاملين فرقة كنا تضيفه في الوكس فعلاقة قوية ومتينة كلام ده سألت تمانية وخمسين تسعة وخمسين أثناء الدراس هو كان متخرج وكنا مرتبطين ببعض خالص يعني لكن الجذف الشعر بقى مع مسرح الدولة وكان مش شعر موظف في العاية الشباب والعلاقة مش سمرة وعلى قل فنية لما بتبقى قوية بين اثنين أو ثلاثة تبقى ليها طعم إنساني كمان إنساني خالص يعني وعائلي فأنا بتكلم على سنة 58 كانش فيه حاجة مع سولاسي أيو قبل ظهور سولاسي أدواء المصر سولاسي ظهر سنة 61 في فرنامج اسمه أدواء المصر كان بيعمله التلفزيون الأستاذ محمد سالم ما رح أرحمه كان هم اللي بيعملوا ده فجاب التلاتة دول كان سامير في اسكندرية وغاوي قوي إنه هي بقى كان حقيقة ناشط قوي في الحتة دي وجوز دي في عين شمس وكان معاه واحد اسم عاد النصيف هم التلاتة دول عمر دكتور الحقني دي في الأول ونجحت ودي كانت البداية يعني علاقة حضرتك بالضيف أحمد كانت قبل أصلاً تأسيس ثلاثي أدواء أيوة طبعاً ده تاريخ يا أستاذ فروق فأنا بحكي لك أنا أصلاً أنا أحد الصحفيين اللي أنا بحبهم وأقدارهم أنا عني بزور التاريخ أزور إيه تقولي هم لما مش عاد النصيف سافر بره عشان يعمل دراسة ياخد مجلسير أو الدكتوراه وكان ممثل كويس قوي لطيف يعني فأعاب واحد ثالث فأنا كنت ناشط قوي وليا اسمي في الجماعات يعني فجرجي وسامير جوم عشان أشتغر معهم وده شيء أمر طبيعي يعني ما كانش كلام الكلام ده سنة واحد وستين اتنين وستين واحد وستين فقلتولهم لا أنا لوقتي في سنة ثانية متالث سنة وكنت اكسترنة يعني لو سيطت رفت أقول لبيتي إيه بقى واضح جداً من كلام حضرتك أن في خط كده لدعوة بالالتزام قبل الفن يعني عندك شوية مبادئ حضرتك قررت كمان قولت كنت شقدر أسيب الهندس وقبلها كنت شقدر أسيب الدراسة فدي حاجة لازم أرجع أسأل حراك فيها بعد الفاصل تسمح لنا؟ الفضل لأنه أنا بحب أطلع كده من الوراء الحكايات بالقيم الأساسية في حياة الفنان ده ودي المكسب الحقيقي متأيق لي بعد الفاصل نرجع نكمل مع الفنان القدير الأستاذ فاروق فالاوكس عن مشوار من الحياة والنجاح والحقيقة كمان أستاذ فاروق عنده رأي حقيقي في ثقافة الفنان زي ما كنا قبل الفقرة الفاضل بنكلم عن ثقافة لعب الكرة وفكرة أنه إحنا كل النماذج الكبيرة اللي انبهارنا بيها لما بنفتش في الكواليس بنلاقي أنه فيه مخزون كبير جداً غير بس المخزون الفني الرائع اللي شفناه على الشاشة بعد الفاصل نكمل كلامنا مع الأستاذ فاروق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللحظة دي تمثل كتير قوي في حياة الفنان بالنسبة لحضرتك هل ممكن اللحظة دي والقدر كبير من الحفاوة والصدق في التقدير ده يعني احنا شايفين ناس صدقة قوي في تقديرها لحضرتك كانت حقيقي بساطتك كنت متوقع مبسوط احكي لنا شوي على تفاصيل اللحظة الحلية انا عايزة اقول لحضرتك حاجة انا ما يعني ساعة الغد الوقت غمراني لقات اللحظة اللي بكلم فيها حضرتك ومنامي وانا متسريح البال جدا ان انا مضرتش حد ولا ديئت حد بالعكس ان اسحباني ويتكرمني لما لاقي سيادة الاستاذة الدكتورة الفنانة الوزيرة اناس عبدالدائم تكرمني بهذا التكريم يعني انا باعتبرته يعني كتير علي يعني درجة الدكتورة انا كنت نزمة من ايني وانا قاعد يعني شيء تكريم عظيم جدا وعن مشوارك الفني وهو ده اللي دايما بما ان حضرتك بقى استاذ كبير ومثقف يعني احنا جماعة طول البريك واستاذ فاروق بتكلمني عن الاراية وعن قيم حلوة جدا كده فالتكريم عن المشوار الفني هل ده حياة تانية للفنان يعني انا عايزة اشوف الزاوية اللي حضرتك شايف منها الحكاية دي اه طبعا سوصة لما اصل لسنة زي اللي انا فيه ده قعدة حياة ده يعني فتحولي امل جديد في ان انا يعني هستطيع ان هنقدم ايضا كثير وكثير وبعدين تكريم يعني انا ما شفتش كده افضل هي سيد الوزيرة يعني كرمتني مرتين مرة مرة في مأرجان القوم المسرح من شهر ريل ومرة في ده تكريم يعني وفي حفاوة لتأدير وحضرتك ده تأدير مستحق اتمنى ان انا اكون مستحق لكن يعني انا سعدت بلغة جدا وقوية جدا جوايا دي صور التكريم اللي سبقوا انا هو بنعرضها على الشاشة طيب انا عايز ارجع مع حضرتك لان انا يعني فتحنا كده سؤال وليزم نجاوبه فكرة خط الالتزام في حياة فاروق فلاقس يعني كنا منتكلم عن العمل في تقديم السكتشات المسرحية مع الفنان سامير غانم والفنان جورج سيدهم كنا منتكلم عن التزام مصرحي اثناء الدراسة والتزامك كمان بمهنة الهندسة اثناء احتراف التمثيل خط الالتزام في حياة حضرتك وايه ترتيب الاولويات في حياة فاروق فلاقس طول الوقت شوفي حضرتك انا ربنا اداني الخضرة لانني المتعرض لاي مسؤولية لازم اعملها كما ينبغي من غير مناقش يعني انا مهنة اوه هبروح شهر الصبح هركب قطر الساعة 4 الى 3 عشان اروح اسكندرية عشان اعمل عرض وكان بالذات مهنة منهم سيدات الجميلة اوه فقبل ما اروح اروح بدل حكم القطر يعني اوه فاشوف البلاتفورم اللي بيصلى عليها الرقي الحارس بتاع المسرح انا عاليها شوية وبعدين اعمل العرض بتاعي وبعدين اخرج ياه اروح عند المطعم بتاع اللبان اه اكل سندوش وكده اه واروح القطر اركب قطر الصحفاء عشان انزل تاني و بترجع قطر في محطة مصر ومن محطة مصر اروح للشركة بتاعتي اللي كانت في نص البلد ياه ابقى اول واحد داخد ده خدي بالك ده على المدار ايام هذا الالتزام ده يعني ده مسئولية طبعا وبعدين في ايام على الفكرة كان بتبقى صعبة جدا انا عندي انا كنت مازك المشروعات اه فعندي مشروع في اسوان اه وانا بعمل مصرح بالليل فباخد طهر الصبح الساعة سبعة انزل في مطار اسوان يجي اخدوني بالعربية نروح على الملوكيشن في الشغل مش ممكن ما انا عشان كده بقولي حزيزك ازاي يعني قعدت سنين عمرك بهذا يعني بالالتزام ما بيني الاتنين ما هو ما اعرفش ده عظمة طيب طيب وحكاية وكنت بترجع من اسوان بالتيارة الصبح هرجع بقى من اسوان واقف في مطار اسوان من الثاني التارة اللي جاي من ابو سيمبل اه هي تيجي هي تيجي متأخرة يا مجيش ايه اقف كده على عصابي عشان عندي وصرح عندي لازم حنزل من المطار ده على مطار القهيرة اركب من مطار قهيرة تاكس هروح المصرح هقدم العرض مش ممكن ده ده شقة اقسم بالله هزا حدا انت بتاخدوا كم في المصرحين في العرض يعني لا كنا بناخد في الصهر مرتبتنا مرتب يعني انا في سيرة جميلة كنت وصلت لمرتب كويس كان 25 جنيه في الصهر وده وقتها طبعا ده رقم كويس او وكان بدل السفر بتاع لما روح اسكندرية 75 قرش هم في الليلة يعني اقصد بسأل حضرتك ليه يعني اقصد الفن كان جايب همه ما كانش لا ما كانش جايب همه برضو لا لا اه او على الاقل بالنسبالي هم تعالي بقى شغلي بياخ باخد مرتب وانا لا انكرك يعني حاليا دلوقتي المهندسين كانوا بيقباضوا كويس او زمان زمان كويس كان اش كده عبد النصر كان مهتم بهم لأنه ما كان عايز يعمل أستاذ العالي وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا فكلفنا لكن طبعا عندي سؤال على التزام تاني أستاذ فارو بضلي حتك اشتغلت في مصرح الأستاذ الكبير عادي الإمام ها طبعا ودي بقى المصرح هي كان بتقعد بالسنين يعني الوات سيد الشغال قعدت كم سنة على المصرح 8 سنين 8 سنين 16 موسم إيه ده بقى إيه بقى القدر من ده مش التزام عادي بقى ده التزام وترتيب مواعيد وحياة وصفر وكل حاجة بتترتب على عرض مصرح اه برضو حضرتك كنت ملتزم بشغلك وقتها اه طبعا ده ايه الجمال ده لا وبعدين برضو الشغل ما عاد المتعة يعني اه وليه متعة أخرى انك بتسافري تروح أنا رحت قدمت المصرحية دي في كام بلد رحنا أمريكا من الشرق للغرب اه وليات 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 اللي قد وصلنا في فلوريدا اه وروحنا كندا وروحنا استراليا وروحنا واكيد الدول العربية لطبعا اه لا لا يعني بكلمك على البلاد وروحنا ف يعني من ضمن الحاجات اللي أنا بحبها قوي ان انا اشتغلت على مصرح الأولمبيك اه اللي غنت عنه ست مكاسوم الله اه انا حتى قفت على مصر اقول لي ربي ست مكاسوم مقفة هنا اه يعني عاز اقول لي احنا بنقول كده بقى يا استيس فاروق لما بندخل الستوديو ده بنقول الستوديو ده ده وقف فيه او اشتغل فيه اهم صناع الدراما في مصر بديميزيون في مصر اه طبعا يعني الرحلات دي برضو كانت جميلة وانا اشكر لعاد الامام ان اعتحي فرصة نكون موجود معاه وهو حقيقة لما عملت معاه دور ده بتاع بتاع رباة السادة الشغال اللي هو قال لي فاروق انا عارف الدور مش مش امتك اوي بس قلت له لا معاك بقى امتي خلاص ده وكان دور لصيف اوي اه يعني هو هو كده كان طب انا عايز بسأل حركة على دور تاني ودور ده معظمنا بيحبوا اوي لحضرتك رغم انه كان دور جريء اوي دور حضرتك فيه الرقصة والسياسي مصيبة مصيبة وبنحبه ودمه خفيف وشخصية كده لو تقدمت سداني يا استاذ فاروق دلوقتي الناس هتقعد تقول ازاي بتقدموا الشخصيات دي لا ما يقولوش كان فيه حرية ومساحة اكبر زمان لا لا كمان انت ازاي بتحضرتك زاي احنا بنتناول الشخصية فيه كلام جرح لا فيه لفظ كده ولا كده ولا شفتيني عامل حاجة مش مظبوطة لا هو شخصية الاولى بس قدمت حضرتك الشخصية بكل تفاصيلها ها طبعا وما كانت مقبولة وما حصلش اي انتقاد للشخصية دي حصل كتير انا اقول لحضرتك حضرتك تبحكيلي ردود الفعل وقتها ها ااا ااا لما قدمت في دموع في منوقع فهي شخصية س PTGG هاام الجريك كانوا فاكرياني جريكي هاام لما قدمت دور ده مع نبيل عبيد Pelos الساذاء الناس كان فاكراني كده من أسب الشديد لما عملت الشامي في مسرحية الدنيا لما تضحك كانوا فاكراني لبناني هو الصدخ في أداء الشخصية بيخلي الناس يجي لها انتباع أنا كده فعانيت طبعا معاناة وولادي عانوا معاناة والله وشغلي الرجل المدير بتاعي قال لي ازاي تعمل كده وانت مهندس انت رجل مسؤول ده دور ده فن ده ولا ايه انت مش فاهمينه ولا ايه يعني صعوبة الدور ده كان في استقبال الناس مش في الانتقادات كان في ان الناس تدقت حضرتك زيادة بطيقلي كده يعني وتوعدوا معايا وعدين يبصوا الناس ديقولوا والله ما هو كويس الرجل اوه جميل ده مش كده يعني حاجة غريبة يعني يبدو ان الصدخ صعب يعني فقدمت العمل كتيرة كلها وتتميز بالصدخ لان انا حاجزي بلايه هي دي الشخصيه كده هم هي دي قلبنا انا قدم ده لما مسره وبقى تعب بقى في دراسه وبقى تعب في كده في تشكيله ولبسه ونطقه وانا بروح الشغل كمان يعني من ده حتى اثناء تصوير الدراما اه طبعا ده يعني معاناة جميلة 65 سنة فيها معاناة يعني ايه احلى قيمة في المشوار الحلو بتاع حضرتك ده احلى احلى قيمة انت شايف انه كل واحد كده لما بيتأمل في حياته بيشوف شوية مكاسب اه ايه اغلى مكاسب عند حضرتك غير ولادك الحلوين طبعا اللي دخلوا كمان المجال الفني اه لا لا يعني انا عندي واحدة ما دخلتش المجال الفني اه 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 لا انا عندي مكسب كبير جدا اسمه حب الناس جدا جدا ده بشوفه في كل حتة يعني لما ابقى انا في قلب الكعبة باعمل عمره والراجل باركب الكرسى ابو عجل وبيعمل السبع عشواط اه وفي فلشوت بيلخني اللي انا بقوله فبقوله فجات في حتة فيها ظلم وانا كنت جاي من مصر كان حصل لي موقف فيه ظلم فعيضت جامد اه فروحنا وخلصنا ورجحت وبعده قلتوله حسابنا ايه قال لي مفيش ما ببغي ما تبغي ده ايه لازم قلت قال لي ما ببغي اه فاخدت وروحت للزابط قلتوله الراجل ده عمالي كذا مش عايز فلوسك قال لي وهبة يا اخي وهبة اه يعني صوري حتى في قلب الكعبة الراجل مش عايز منك فلوسك عايز يقدملك اكرام يعني هتلاقي حب اكتر من كده وراح جاب لي المصحف من قلب الكعبة ها جوه عشان ودهولي يعني طيب ما يعني فيه اكتر من كده صروة ده رصيد وقبول ومحبة صروة كبيرة جدا حب الناس دي لاحد لو يعرفوا ويقدروا وبعدين مش منهم بس انت كمان انت لازم تحبيهم ولازم بتعودي معهم زي ما بيعودوا وتعودي على الرصيف معهم زي ما بيعودوا وما فيش تكبر على البشر اه انا فنان اه بس انت مريد ومحب وبتديني امتي يا سلام طبعا طبعا يا ربنا يدمها على حضرتك نعمة وبشكرك وبشكر تشريفك لينا نورتنا استاذ فاروق والله انا اللي استنارت بكم ولو ان ما عرفناش نتكلم كتير بس اكلمنا كلام عميق لكن احب اقول لحضرتك انا سيد باللقائي بك يا استاذة وتمنى ان نتلاقي مرة تانا اخرى يا رب نقدر نعمل حديث مطول عن المشوار نفسه شكله ايه في ايه اه احنا محتاجين نعمل يعني حلقات خاصة كده عشان فيه كنوز عندنا في بلدنا عايزين نستفيد لا يعني مهمة والقراءة مهمة جدا 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 وعيه والستة الوزيرة في معرض الكتاب الاخير ده ايه النجاح ده اه في عز الكورونا دي ومتاعها ايه الحلاوة دي الناس لسه بتحب التقافة وبتحب تسمع من الناس المحققين ايه بني قدم يعيش من غير ما يبقى مثقف اه فيه يبقى مفيش بقى فيه صدقني يا استة فاروق لا الثقافة دي حاجة كبيرة قوي قوي والقراءة حاجة كبيرة نعمة كبيرة من عند ربنا مشكرك مشكرك يا استة فاروق نورتنا فنان القدير الكبير اساة فاروق فلوكس اللي شاركنا مش بس بكلامه عن بس كلام سريع عن المسيرة الطويلة اللي ما يكفيهاش فعلا وقت الفقرة لكن كمان يعني ادينا فرصة من نقوله كل سنة وحديتك بألف خير وحديتك بألف خير وكل الناس بتحبك وبعتن لك سلام ومحبة وتقدير لازم اوصلهم على الهواء بشكرك ونورتنا وكل زماني في الكنترول هم بعتن لك سلام خاص بيوصلوه كمان لحضرتك دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج التسع ان شاء الله شوفكم على كل خير بكرة وستاذ شافكي ترجع الاسبوع الجاي بألف ألف ألف سلامة اشوفكم على كل خير اشتركوا في القناة